والحقيقة القصة دي مش جديدة اللي انا هكلمكم عنها او اللقطة دي مش جديدة دي بقى لحوالي اسبوع وانا ما كنتش ناوة اتكلم فيها انطلاقا من المبدأ اللي انا طول الوقت باحترمه ومؤمن به وهو ان كل واحد حر كل واحد حر يتخذ من المواقف ما تتناسب مع اخلاقه وافكاره ونفسيته وشخصيته ولا يجب ان يقيم احد موقف احد مش من حق احد انا هنا اتحدث عن اللقطة او الترند او الجدل المثار حول الفنان محمد سلام هذا الفنان الشاب اللي خرج من اسبوع او اكثر قليلا وكان المفروض ان هو يشترك في احدى العروض او احد العروض المسرحية في المملكة العربية السعودية في اطار ما يسمى بموسم الرياض اللي انطلقت فعالياته منذ ايام قبل السفر بيوم او يومين عمل محمد سلام فيديو هزعلكم دلوقتي جزء من مشاهد كده منه عمل فيديو قال فيه انه مش قادر خلص الفيديو خمس ست دقايق بس خلصته يعني قال انه مش قادر مش قادر ايه مش قادر يسافر مش قادر يشترك في عرض مسرحي العرض المسرحي كله غنى واستعراض ورأس وكوميديا وإفهات ونكت واضحاك وكذا فقال انا مش قادر اعمل كده في الوقت ده انا بتفرج على التلفزيونات وبتفرج على السوشال ميديا وشايف دم وشايف مدبحة لاشقائنا الفلسطينيين وشايف اوضاع صعبة جدا 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 تمنعني من ان انا اروح اعمل ده في الوقت ده بالشكل ده فبالتالي انا باعتذر وبنسحب من الاشتراك في هذا العرض ومش حقدر اسافر بس ما قالش غير كده وساعتها قامت الدنيا وما قعدتش وانا بتابع ردود الافعال وساكت ومش عايز اتكلم في الموضوع لان انا معتبر انه هو حر هو حر يا جماعة هو في حد من حقه انه يحكم على حد او يقيم حد او يعاقب حد على موقف انساني اخلاقي هو واخده على فكرة صح او غلط هو حر عشان محدس يقول لي طب انت معاولا حقولك طب انش انا معاولا ضده بس بغض النظر عن ان انت متفق مع اللي عمله او غير متفق الناس ما دارس وانا تعلمت ان ما فيش حد اجمع على حد او حد اجمع على موقف كل واحد بيشوف الامور من عينه ومن زاويته لكن الاكيد الاكيد اللي ما فيش اختلاف لكل واحد حر انت شايف ان موقفه يختلف عن موقفك انت حر وهو حر ما تغلطوش ما تقولوش انا صح وانت غلط لان انت هنا نصبت نفسك حكم وما فيش حد حكم على حد خلصت بقى فكرة الوصاية وان انا بحكم عليك وعلى اخلاقك وعلى مواقفك وعلى تدينك القصة دي افلناها ضبه ومفتاح وخلصت بلا رجع ومش تعود مش هتعود فجئت بقى انه كرة التلج عمالة تكبر وان ابتدى في ناس كتير على السوشال ميديا دخلت ودعمت توقف محمد سلام وشافته موقف بطولي وانساني واخلاقي وماشي هم حري على الجانب الاخر لقيت ناس طلعت بتهاجم محمد سلام طب انت بتهاجمه ليه حتى لو انت مختلف معاه في منطقه لازم تقول من جواك انا ما عملش زيه بس هو حر بدليل ان في غيره راحوا سفروا عملوا زي الفنان محمد انور اللي سافر في اعتقادي بدل محمد سلام وعمل دوره في العرض المسرحي واللي ابتدى من يومين ثلاثة هو حر برضو في ناس دلوقتي بتهاجم اللي بقى تضمنه مع محمد سلام بيهاجمه محمد انور وشايفين ان دي خيانة وده تطبيع وده نوع من انواع مش عارف كذا برضو انا رأي ان انتوا غلطانين من وجهة نظري اللي بيهاجمه محمد انور هو حر لحنا عارفين ظروفه ولحنا عارفين احتياجاته سواء الفنية او المادية ولحنا عارفين افكاره وقناعاته وشخصيته ده ممكن يكون متضامن مع القضايا الفلسطينية بشكل اكتر من اي حد بس هو شايف ان ده شغله شايف ان ده عمله فبالتالي هو حر برضو انا مش بعمل ان انا بقول ده ان انا مع موقف محمد انور بس انا مع موقف انه حر محمد سلام حر في انه يعتذر ومحمد انور حر انه يسافر كل واحد حر ما لم يدر كل واحد حر ما لم يدر انا منفعش تشغلني جبرا غصبا عني طالما اخلاقي ونفسيتي وشخصيتي ومزاجي وحالتي النفسية ومش بسمحة هدحك الناس ازاي وانا مش قادر اتحك هدحك الناس ازاي وانا جوايا بيبكي انت حر ولك كل الاحتراق اللي قادر يروح هو حر فانا ضد الحملة الممنهجة الشعواء اللي اتعملت ضد محمد سلام علشان يتقلك انه ده عمل منظر بطولي وعمل شو وده كله استعراض وشو كسيه هدف انه يطلع ترند هو انت دخلت في النواية ايا كان اللي هاجم محمد سلام ايا كان من اصغر حد لا اكبر حد انت دخلت في نيته قفزت جوه قلبه وعرفت انه العربي برا مش فاضين للكلام ده كله بيشتغل كله بركز في شغله كل واحد يعمل هو عاوزه كل واحد حر مش من حق حد يقيم حد لكن احنا قاعدين لبعضنا على الوحدة اه ده تلاقيه عمل كده عشان كذا ولا ده هو في الاصل كذا بس هو بيبكش في كذا والتاني لا مش عارف كذا بس انا بحب يا جماعة مدفوقوا بقى مدفوقوا بقى من المتاهة اللي انتم بتدخلونا فيها دي ارجوكم ارجوكم ثم دخل القصة في فكرة طب و بعدين ده محمد سلام كده حيتعقب فنيا لا عمره حيشوف موسم رياض تاني ولا عمره حيشوف موسم جدة ولا اي موسم من الموازن بتعمل في السعودية في قطار الترفيه ولا حقيقة اي حاجة مرتبطة بالسعودية سواء بقى قناة او منصة او كده مش هيشتغل فيها خلص ومش عارف كده طبعا الكلام ده بيتقال ع السوشال ميديا احنا ما نعرفش معلومة ان ده فعلا هيحصل ولا لا بس هو مع ذلك انا بقى رسالتي اهو لمحمد سلام رسالتي لمحمد سلام الفنان الشاب الجميل اوعى تقلق اوعى تقلق ثانية على رزقك ولا يتبادر الى خاطرك حتى ليه لانه رزقك عند رب العباد مش العباد